جزاكم الله خير وأحسن إليكم إذا حلف شخص على زوجته بالطلاق أن يتزود ولم يتزود إلا بعد ستة أو سبع سنوات ما الحكم؟ جزاكم الله خير هذا حسب نيته إن كان حلف حلفاً مطلقة أن يتزود ولم يحدد ذلك بمدة فإنه يمتد يمتد الوقت والأجل فإذا تزود ولو بعد سنين فإنه يكون قد وفى لما حلف عليه فلا شيء عليه أما إذا كان قد حدد الزواج في سنة أو في أيام أو في شهر معين ثم فاتت المدة ولم يتزود فإنه يكون قد حنث في يمينه فإن كان نوى الطلاق فإنه يقع عليه الطلاق وإن كان لم ينو به طلاقاً وإنما نوى به حث نفسه وإنزامها بالمحلوف عليه فالصحيح أنه يكون يميناً مكفرة يكون عليه كفارة يمين لأن هذا يجري مجرى اليمين جزاكم الله خير وأحسن إليكم ترجمة نانسي قنقر